أفاد مصدر حكومي بأن مراسم حلف اليمين للوزارة الجديدة ستتم غدا الأربعاء بمقار رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة يعقبها اجتماع للحكومة الجديدة وأشر المصدر الحكومي إلى أن التغيير الوزري يشمل نحو عشرين حقيبة وزرية وعددا من المحافظين ويشهد تغييرا شاملا ودمجا لوزارات واستحداثا لأخرى وذلك في إطار توجهات الرئيس عبدالفتح سيسي هذا وأكد المصدر الحكومي أن الحكومة الجديدة ستعمل وفقا لبرنامج محدد يراعي ترتيب الأولويات وفي مقدمتها تحسين الخدمات المقدمة للمواطن والإصلاح الهيكلي للاقتصاد وتشجيع الاستثمار وأضف المصدر أنه سيتم الاستعانة بكفاءات وطنية من الخبرات الدولية لبعض الحقائب الوزرية